بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمد الشاكرين ونستعينه ونستهديه ونتوه إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعملين بسنته بإحسان اليوم الدين وسلم اللهم تسليم كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله ما زلنا نتحدث عن الآيات الأولى في سورة الحجرات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقد ألمحنا في اللقاء الماضي على أن التقديم أنواعه وذكرنا واحدا منها أن يقدم الإنسان هواه ومزاجه على شرع الله وقد يقدم المرء مزاج غيره سواء أبويه سواء عشرته سواء إخوانه سواء قادته وولي أمره وهذه قضايا كلها جاءت في القرآن تفصيلا ورب العباد لم يقبل فيها مفاصلة لأنها تناقض أصل الإيمان الإيمان حب وغض هذه قاعدة اللي بدنا تعفو الصدور فقد ثبت في الحدث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم حدث حسن قال أوسق عرى الإيمان أوسق عراه يعني أقوى الأعمدة التي يبنى عليه إيمان الحب في الله والبغض في الله بل كاد يحصل الإيمان في هذا المجال حين قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان لذا يقول ابن قيمة رحمة تعالى فالإيمان حب وغض وهذا جانب خطير جدا جدا الناس غفلت عنه الإيمان الذي نفاه الله عن الأعراب حين قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا ففرق بين دخولهم في الإسلام وبين إيمانهم ولكن قل أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه لما يستقر أمر الحب والبغض في القلوب عندها يقال فلن مؤمن لكن مجرد الدخول في الإسلام بالمدخ الشهادتين فيه شيء من الإيمان لكن لم يكتمل الإيمان ولم يكتمل مسماه فالإيمان قائم على الحب والبغض وهذه قاعدة تعفظوها الإيمان حب وغض ورب العباد في هذه المسائل لا يقبل أن يكون قلب عبده لغيره قال تعالى في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك بي في عملي يعني عمل العمل يرجو رضايا ورضا غيري سواء الغير هذا أبوه أمه أخوه أخته زوجه قبيلته عشيرته دولته حاكمه ولي أمره كل هؤلاء دخلوا في هذا المعنى الخطير جد جدا مسألة الحب والبغض مسألة خطيرة وخطيرة جد عليها يبنى الإيمان بل النبي صرح قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه والناس أجمعين رب العباد يعطينا صسخ الآن تدعونا الوقوف من يقدم محبة هؤلاء على محبة الله أو يشرك هؤلاء في محبة الله لذا قال أنا أغنى الشركة عن شرك فمن أشرك بي في عمله فعمله شريك ليس لله في حاجة لنعلم هذا الحقيق لذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اللي يتوله ويجعل حبه الأبي وحبه الأخي على حساب دين الله وطاعته عده الله من الظالمين من المجرمين وليس من المؤمنين ثم عقب فقال قل إن كان أبائكم وأبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم القبيلة كلها والدولة كلها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا شوفوا الأقوبة شكله إيه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فعد كل من قدم هذه المحبوبات على محبة الله عدهم فساق خارجين عن دين الله ليس بمؤمنين ليس بمؤمنين الإيمان حبه بغض ودي مسألة في المنطقة الخطورة في المنطقة الخطورة ونحن الآن أمام للأسف الشديد أشباه متعلمين زعموا أنهم علماء في الدين ونصبوا نصبوا للناس في خاخ تدعوهم لطاعة ولي الأمر في كل ما يأمر فيه بمعصية فلا يخالف له أمر وفي مقابل هذا يخالف لله كل أمر الذي يظن هذا ضل مضيل الذي يدعو لهذا إمام ضلالة لا يقدم على محبوبات الله محبوبات ونحن بينا أن منع العبادة كما قال شخص السلام تيمة غاية الحب لله مع غاية الذل له غاية الحب يعني أكمل مراتب الحب أن تجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباتك لا تقدم عليها لا محبوبة نفسك ولا أبويك ولا إخوانك ولا زوجك ولا أولادك ولا قبيلتك ولا عشيرتك ولا دولتك ولا حكومتك لا يحل المسلم أن يقدم على أمر الله أمر مهما على كعب صاحب هذا الأمر رئيس أب قريب بعيد كل هؤلاء لا يقدم لهم أمر على أمر صاحب الأمر لأن كل هؤلاء ما أمرنا بطاعتهم ولا محبتهم إلا من خلال طاعت الله ومحبتهم وهذا معنى خطيب جد فكيف نقدم الفرع على الأصل أم سعد بن وقاص لما أسلم قالت ألم يأمرك ربك ببر أمك قال بلى قالت لأجوعن حتى أموت جوعا فيعيرك الناس أنك قاتل أمك قال والله يا أمي حتى تدع دينك قال والله يا أمي لو أن لك مئة نفس خرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين الله عز وجل مسألة محسوما دين الله لا يقدم عليهم حب ومحبتنا لأبائنا أمهاتنا من شأها محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله هو الذي أمرها بالطاعة والذي أمر بالطاعة أمرنا ما دامت الطاعة لا تناقض أمر الله ولا تقدم على حكمه لأن الأصل أن الأمر لله كله بلا استثناء فليس هناك أمر إلا لصاحب الأمر سبحانه وتعالى والذي خلقنا لا خلقنا أب ولا خلتنا أم أبونا حملنا خفة وضعنا شهوة وأمهاتنا حملتنا كرهة وضعتنا كرهة لكن الذي خلق وصنع على عينه وأسبغ علينا نعمة هو الرب كيف نقدم هؤلاء عليه كيف نقدم هؤلاء عليه لا تقدموا بين يده الله ورسوله أي أمر مهما على صاحب هذا الأمر هذا معنا خطور جدا جدا وذي مسألة الصحابة فاصلوا فيها ورب البد يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم القبيلة كلها والبادة كلها إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ولم يقول قد كانت لكم أسوة يدعونا للتأسي بالنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء بل رب اليبد أمر نبينا في هذا الباب أن يتبأس به فقال ثم إيحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما أشرك بالله شيء لا ولد ولا غيره وبعد أن طلب من الله الولد بعد معاناة طويلة وعمر طويل ولما رزق بالولد ومرأته كانت يعني عقيم ولما أتى أو رزق بأوهب إسماعيل في البداية وأمر بزبحه لما تعلق به قلبه وأحبه وبدأ الحب يعني ينازع قلبه رب اليبد امتحنه بأمر الزبح قدم أمر الله على الزبح على عاطفة الأبوة على شفقة الأب على وحيده الذي رزق به بعد غياب بعد طول طلب بعد أن بلغ من العمر أرزله تجاوز مئة وعشر عام لم ينجب خلالها ومع هذا يقول تعالى إن هذا لهو البلاء المبين لامتحان الواضح جدا 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 لمحبة إبراهيم لكنه نجح فصار قدوة لغيره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرها لك قالها لأبي لكن قالها لما أعطاه وعدا أنه يؤمن ولذا بيّن تعالى في موضوع آخر أن هذا الأمر مرهوم بهذا الشرط وقال تعالى في سورة التوبة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم هذا موضوع التأسي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إذن قضية في منتهى منتال خطورة قضية الحب والبغض قضية العبودية الله قضية الإيمان بالله أخطر قضية في حياتنا نكون أو لا نكون لن يكون المسلم مسلم ولن يكون مؤمن كامل الإيمان إلا إذا قدم محبوبات الله على كل محبوباته طبعا هذه هتوقعنا في استشكال كبير اللي هو تحدث يعني دعاة المداخلة في هذا العصر عنه بشكل عجيب وقدموا أمر ولي الأمر على أمر صاحب الأمر رب العباد حسم القضية حين قال قل إن الأمر كله لله يبقى حتى طاعت ولي الأمر ما لم تكن من أمر الله نابع فلا طاعة لذا قال قل إن الأمر كله ولا استثنى منه قال إلا ولي الأمر قال قل إن الأمر كله يقول إمام الشاطبي كما يمبيضاء وغيره من العلامة الرسول كل وجميع من أرفض الأموم فلما يقول قل إن الأمر كله لله يبقى ما في أمر في حياتنا إلا لله وقال تعالى بل لله الأمر جميعا وقال تعالى ألا له الخلق والأمر كما للخلق وكمال الأمر وجاءت معرفة تشمل جنس الأمر اللهم هنا الجنس عشان نصرفها لأهد تحتاج لقليل ألا له الخلق والأمر يعني كل الأمر إذا ندرك ألا إلى الله تصل الأمور نحن خلقه وعبيده وحياتنا بنعمه لم ينعم علينا غيره كيف نقدم أمر عبد ينعم عليه على أمر المنعم على أمر المعطي كيف نقدم أمر المخلوق مهما على كعبه على أمر الخالق من ولي الأمر حتى نضعه في مصف رب العباد ونقدم أمره على أمره هذه كارثة لا يقدم على أمر الله أمر ولا على أمر رسوله لذا جاء الأمر من يطع الرسول فقد أطاع الله وفي الحديث قلت سوى من أطاع رسولي فقد أطاعني طاعة الرسول من طاعة الله أزوجل بلا نزاع بل أقسم الله عليها حين قال فلا وربك لا يؤمنون فنفى الإيمان ولم يجعلها مجرد معصي أو كبيرة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم ثم لا يجدوا لم يقل في قلوبهم قال في أنفسهم والنفس قوة مساعدة القلب القلب كان طاهر لكن خطر هذا الأمر بالنفس والشيطان أدخله على النفس قال ثم لا يجدوا في أنفسهم يبقى طهرة القلوب ويلزمهم تطهير النفوس والتزكيتها كما قال تعالى حين أقسم بأطول قسم ونفس وما سواها كان آخر الأقسام والضحى والشمس والضحار قمت لها إلى أقن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقت خمت دسها وأعظم تزكية لها إلزامها أمر ربها أن نلزمها أمره وطاعته وترك نواهيه إذن ندرك هذا المعنى الخطير ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا وجاءت منكرة في سياق النفل تعوم أي حرج قليل أو كثير ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يسلم الله تسليما وكيف لا ونحن مؤمرون أن نجعل كل حياتنا لله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ليس لأحد آخر معه أي نصيب لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت أي أمرت من الله سجل أن أجعل كل حياتي له ليست لغيره وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين إذن ندك هذا المعنى خطير الأصل طاعة أمر الله ثم يأتي تبعا لها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم على كلام الله وكلام رسول أحد وده معنى الآية لا تقدموا بين يدي الله بس أل ورسوله فذكر الأصلين أصل الدين الدين قال الله قال رسوله الإيمان قال الله قال رسوله العبادة لله مبنية على قال الله قال رسوله لا سبيل لها آخر ليس هناك دين يأتينا من غير قال الله قال رسوله قال فلان وقال علان إن خالف أمر الله فأم قوله له لا يهمنا من قليل والكثير وذلك أجمع لهذا كل علماء ومسلفة وخالفة عبرت ما ملقى لكل قول يؤخذ منه رد كل قول من الحاكم من المحكوم من الأب من الأم من القريب من البعيد من زعيم القبيلة من زعيم البلد كل قول يؤخذ منه رد إلا قول صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم كلام الله كلام رسوله فقط هو الذي لا يعد ولا يقدم عليه غيره أما كلام غيره فكله عرض الأخذ والفرد إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا قضية ولي الأمر ولي الأمر ده يعني طبعا الناس ظلموا أنفسهم فيها ظلم شديد جدا أولا أسأل من ولي الأمر طبعا أغلب المداخل ومأدعاتهم صرف ولي الأمر على الحاكم ويالت أي حاكم يبقى حاكم بلدهم عايزين يخلوه وليه أمر كل البلاد كارثة كبيرة جدا يخالف ولي أمره في بلده طاعة لأمر غيره عشان خطر الشيخ أفتاه كارثة عجيبة جدا جدا نسأل الله العافي العافي أولا ولي الأمر ماذا تعني في القرآن يقول حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه عبد الله بن عباس كل ولي أمر جاءت في القرآن الكريم عنت العلماء والأمراء وقدم العلماء عنت العلماء العلماء والأمراء قال إلا موضعا واحدا عن العلماء دون الأمراء قول الله تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى أُلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فاللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ الْعُلَمَاءِ مش أول الأمر هم اللي بيستنبطوا الأحكام لذا قال ابن عباس هذا الموضع عانى العلماء فقط دون الأمراء وكل الموضع في القرآن عانت العلماء والأمراء فقدم العلماء على الأمراء هم الأصل هذه واحد إذن إذن أولي الأمر ولي الأمر تعني العلماء والأمراء معا مش الأمراء بس هذه واحد ثانيا لما أمرنا الله بالطاعة جعلها مشروطة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم ثم بخيت الآية فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون من ذلك إذا خاطبت الآن المؤمنين فلا نلتفت لأحد دعانا لغير طاعة الله ورسوله ولو كان مليون ولي أمر الأصل فيه رب العباد بخاطب المؤمنين ليطيعوا ولي أمر المؤمنين يبقى أي ولي ثاني لا يقيم الدين لا يدخل في الآية دا ولي أمر اللي يقيم غير الدين دا ولي أمر المجرمين ولي أمر العصين ولي أمر التائهين ولي أمر المغيبين لكن ولي أمر المؤمنين من أقام الدين هذا كلام من حزم الدمسي وذكره عدد من السلف يبقى أولا النداء نادى المؤمنين ولم ينادى غيره يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أي أولي أمر أي أولي أمر لا قال أولي الأمر منكم يبقى أولي الأمر المؤمنين الذين أقاموا دين الله عسى وجل وقدموا أمر الله وأمر رسوله على كل أمر ولو كان أمر رفوسهم ولو كان عرف قومهم ولو كانوا وضعوه 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 لأنفسهم ولشعوبهم المخاطب بالآية أولي الأمر من المؤمنين الذي لا يقبل أن يكون مؤمنا يقوم دين الله وأحكامه وحدوده لا يدخل في الآية أصل ليس له طاعة من أساس لا من قريب ولا من بعيد سنوضح هذا المعنى لأن الحقيقة الفهم المنقص للآية ضيعنا الطاعة لأولي الأمر من المؤمنين اللي أولي طاعة لغير المؤمنين يأتين بنص نص الآية تخاطب المؤمنين يا يهو الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم أما من كفر ورفض أحكام الله أو حتى آسم مؤمن ورفض يطيع لا يدخل معنا في الآية لأنه هنا عن طاعة هذا وذاك قال تعالى ولا تطع منهم آسما أو كفور فنهى عن طاعة الآسم وطاعة الكفور الاتنين مش الكفور بس لذا لا طاعة في معصي لا طاعة في معصي بل السياق أعجب يقول يا أيها الذين آمنوا قال أطيعوا الله فأمر بالطاعة المباشرة له وهذا لا خلف وأطيعوا الرشول وخصه أيضا بالطاعة لأنه ما دعا لضلالة بل ما دعا إلا للحق ولما سأل عبدالله بن عمر أأكتب عنك قال أكتب فوالله هذا لا يقول لسني إلا حق جاءنا بالحق ورب الابد بيّن أنه لو أخطأ في حق الله أو غير حكمه من أحكام الله لن يدعه الله بل سيقطع الوريد الموصل الدم إلى خلبه فقال تعالى وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك قال تعالى وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ مَلْ سِنْ قَلِيلَةَ لِأَهْلِ الْمَعَاصِيَ اللي خالفه أمر الله رب الابد توعده أشد الوعيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وَإِنْ كَادُ لَيْفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ يشغلك عن حكم من أحكام الله واحد وَإِنْ كَادُ لَيْفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلَةَ وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ أَيْعَى الْحَقِّ لَقَدْ كِتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلَةَ إذًا لَوْ وَقَعَ الرَّكُونَ شَيْئًا قَلِيلَةَ إذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا هذا الوعيد الشديد لأتقى خلق الله وعبد الله مجرد أن يركن لعاصي لآسل يسكت عن معصيته لا يغيرها سأفله وتعمره حتى لو زنى ولو سرق هذه كارثة الركون الركون بل قاء لما شابت رأس النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة ما شيبك يا رسول الله قال هدن أخواته يقول إمام القرطبية وغيره شيبه في هد هذه الآية بعد أن ذكر الله خاصة جميعا جاء هذا الوعيد الشديد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار تركنوا تركنوا فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونهم من نصرين فتوعد أشد الوعيد على الركون الإمام أحمد ابن حمبر رحمه الله تعالى جاءه حياك يسأله قال يا إمام أنا حياك أحيك للظالمين سيابهم فهل أنا ممن ركن للظالمين قال ويحك بل أنت من الظالمين أنفسهم ركن للظالمين من باعك الخيط لو علم أنك تحيك له تحيك للظالمين الركون للظالم جريمة فكيف بطاعته السكوت عنه فقط مش طاعته في المعصي ومجاراته في الجريمة وفي أمره بالمعصي الركون رب العباد حرمه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا إذن هذا معنى خطير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول ثم قالوا وأولي الأمر منكم هل خصها بالطاعة وحدها أبدا لم يقل وأطيعوا الأمر لو قال وأطيعوا الأمر يبقى لو جاء أمر من أم الأمر لوحدهم يطاع حتى لو خالف أمر إلى أمر رسوله لكن الله أبى أن يضيف هذه الإضافة فجعل طاعة أولي الأمر نابعة من طاعة الله ورسوله فقط أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسول وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم يبقى طاعة أولي الأمر في كنف طاعة الله وطاعة رسوله فإن خالف لا طاعة طيب خالف واختلفنا نطيع أو لا نطيع رب الابد حكم حصل خلاف نطيع أو لا نطيع ألف إن تنازعتم في نفس الآية فإن تنازعتم في شيء فرده إلى من قال أولي الأمر لم يذكرها قال فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله ورسول يبقى الحكم الله ورسول ولا حكم لوليه الأمر حال الخلاف بل الحكم حكم الله ورسوله ملزم لولي الأمر وللرعية الحاكم والعالم والرعية الشعب كل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله مآخر يقول إمام قطبية هنا شرطية يعني كما أقول لك لو كنت رجلا ففعل كذا لو كنت مؤمن يلزمك رد الأمر لله ورسوله ما أنتاش مؤمن خلاص خصة تانية دي إن تفاجر مجرم مش عايزة تتعلها ورسوله دي قضية تكتشلها تتحملها لكن مؤمن وتدعي الإيمان ولا ترد الأمر الله ورسوله حال الخلاف مع الحاكم والمحكوم هذه كارثة كبرة جد إذن الآية حسمت القضية يا أيها الذين آمن خطب للمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أصول وأولي الأمر منكم نابع من الإسنتين منكم لترجع إلى المؤمنين يبقى لغير المؤمنين لا طاعة لهم حال النزاع الرد لله وإلى رسوله فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنوا بالله من الآخر ذلك خير وأحسن تأويله بل جاءت نصوص السنة مبينة وضحة أشد التوضيح وجاء فعل الصحابة كأحسن أداء واتبعه مع أم أحسن فننظر في السنة النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ولا قيادها لصحابي جليل عبد الله بن عزافة قاله أميركم وده بطن بطول إسلام من أطل إسلام أسد عبد الله بن عزافة ده اللي ما استطاع ملك الروم أن يستميله بكل زنات الدنيا بالنساء وبالمال وبالسلطان عبد الله بن عزافة أسطورة لكن قدر الله حصن حدث منه هذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة سرية وأمرهم بطاعته من الذي وله مش وله نفسه بقاه والسلاح ولا بانقلاب عسكري وله رسول الله الذي أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم قاله أميركم أثناء الطريق عبد الله بن عزافة أراضي يمتحن أصحابه امتحن قسد قال اجمعوا لي الحطر فجمعوا الحطر قال أشعلوا النار أشعلوا النار فوقف فيه مخطيب قال ألست بأميركم قالوا بلى قال ألم يولينا رسول الله عليكم قالوا بلى قال أليس الطاعة عليكم واجبة ده الولي أمركم قالوا بلى قال قتل موسلم قتل موسلم تقول له أطيعه عشان ولي الأمر كارثة كارثة كبيرة جدا أجمع الفقهاء أني لا أكره في القاتل يعني لا أكره في القاتل لو أي إنسان هددك ولي أمر هددك حيقتلك إن لم تقتل فلان أجمع الفقهاء ألا تقدم على قتله طب حيقتلني قتلك شهيد ولو قتلت الآخر فأنت قاتل إلى نار جهن وبيسا مصير لن ينفعك من أمرك وليست روحك بأحق من الحياة من روح من ستقتله اعلم هذه الحقيقة وللأمر ليس له حق في أن يأمرنا بقتل نفس أو إزهاقها أو بهدك إرد أو بسرقة مال أو بالاعتداء على العباد فإن أمر فلطاعة وسنرى نص الحديث قال ألست بأميركم؟ بلى ألم يأمكم رسول الله بطاعة؟ قالوا بلى ألم يأمر رسول الله عليكم؟ قالوا بلى قال فأطيع أمري ادخلوا في هذه النار قالوا من النار فررنا ما فيهم واحد أطاع أليس هذا إجماع الصحابة؟ كل الحضور أبوا الطاع فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا له ما كان فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها لو أطاعوه ولكن يتع الله ورسوله ودخلوا في النار ما خرجوا منها إلى الأبد يبقى منها إلى نار جهنم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ثم وضع القاعدة قال إنما الطاعة في المعروف وإنما في اللغة في ذو الحصر أي ليس هناك طاعة إلا في المعروف والمعروف ما أمر الله به ورسوله إذن لا لأي أحد لأب ولا أم ولا خال ولا عم ولا أخ ولا أخت ولا رئيس ولا زعيم الطاعة في المعروف أي مخلوق يأمرك بمعصية لا حق لك في المعصية ولا سلطان له عليك في المعصية السلطان سلطان من لا يزور سلطانه كل دور صلاطين ستذهب سلطاتهم وستنتهي آجالهم وسيموتو وستأتي يوم القيامة لتصرخ مع الصارخين كما نص القرآن الكريم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة ستتلاعن معهم وتلعن معك والنهاية سيجمع الله الكل في نار جهنم الكل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قال لكل ضعف في الآثاني لكل ضعف إذن ندرك كيف نقدم أمر مخلوق بشر ينام ويقوم ويمرض ويموت على أمر الحي الذي لا موت إذن لا نقدم بين يدى الله ورسوله أمر ولذلك الصحابة أعلنوها أنا جئتكم بنص الحديث وإجمع كل اللي كانوا في السرية ده إجمع صحابة ولم يعلمه خلف ولا يعلم صحابة يخلفهم بل جاء نص الحديث يؤكد فعلهم إنما الطاعة في المعروف وهذا نص في المسألة واضح لد فكيف والصحابة طبقوا هذا لما يقف عمر وأبو باكر في خطب توليهم الإمارة يقول أطيعون ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طعت لي عليكم قالها عمر وقالها في خطبة الجمعة وقالها في خطبة التولي قال أيها الناس أوليت عليكم بل استبخيركم فإن رأيتم مني استقامة فأعينوني وإن رأيتم مني عجاجا فقوموني فقام له أحد كبار الصحابة قال والله لو رأينا منك عجاجا لقومناك بسيوفنا إبقى لو أنت ذللت عن الحق إحنا قومك بالسيوف ما أنكر الصحابة عليه وقال وأنت خارجي وخرجت على ولي الأمر كما يقول دعاة ولي الأمر الآن أبداً بل أقروه وعمر أقرة وعمر أقرة قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه ولما قال أطيعون ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم فنفى أن يكون هناك طاعة لولي الأمر إن عصى إن أسم لا يطاع في الإسم ولا في المعصي لا يطاع لا يطاع في الإسم ولا في المعصي إنما الطاعة في المعروف نص الحديث الصحيح الثابت إنما الطاعة في المعروف إذن ندرك هذه المعاني الخطيرة الطاعة مرهونة بهذا كله فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله هذه حقيقتها ألا نقدم أمر نفس ولا هوى ولا أمر أب ولا أخ ولا أم ولا عم ولا خال ولا أهل ولا عشيرة ولا قرابة ولا أمة ولا حاكم على أمر صاحب الأمر سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أأسف أطلت وخرجنا عن الوقت سرحت أكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله تعالى أن يرزق ناكم بخلص والصدر في القول العامل والصفرة أربعة سئلة لو مناسب وعد حضرتك نذكرهم إن شاء الله عز وجل فط بسم الله أخت الأخ بلال بيسأل ما العلاقة بين الآياتين التاليتين وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير نعم والآية الأخرى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفققون حديث نعم هذا الصعر الأول طيب الإجابة باختصار شديد هذا قول الكفار كانوا إذا جاءتهم حسنة قالوا هذه من عند الله لأن لا ينزل أحد إن النعم من عند الله وما بكم من نعمة في النور فإن نزلت بهم مصيبة نسبوها لرسول الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك من عند رسول الله طب هو رسول يقولهم السيئات وللسيئات جلبتها عليهم نفوسهم فرد الله عليهم فريتهم فقال إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قال قل يلقن النبي الحج قل كل من عند الله الحسنة اللي أصابتكم الذي قدرها الله بواسع فضله ورحمته طيب والسيئة هو الذي قدرها بس بإيه بيانها في الآية الأخرى هو ما أصابك من سيئة في الآية بعدها قل كل من عند الله يبقى قل كل من عند الله تقديرا طيب تقدير الله مبنى على إيه في الآية التي بعدها قال ما أصابك من حسنة فمن الله فقرر الآية الأولى والقول الأولى التي قالوها وأنكر الثانية قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك يبقى ما في سيئة والمصيبة وقعت إلا بسبب نفسك وجرائمك وذا تؤكدها الآية الأولى التي أنتبتها بها بدأت من قوله تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم البأ هنا سببية أي فبسبب ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يبقى الأيتين يكمل بعضهم بعضا ويبين بعضهم بعضا فضل أي أسئلة أخرى السؤال الثاني السؤال الثاني من الأخت إيمان نعم تسمعني شيخان سمعك السؤال السؤال هل نداء الإيمان يا أيها الذين أمنوا يبصد به أهل الإيمان فقط وليس أهل الإسلام كافة وما تفسير الآية يا أيها الذين أمنوا دخولوا في السلم كافة ولا تتبعوا كتوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال أحد الشيوخ الفقه إذا اجتمع الإيمان والإسلام معا تفرق في المعنى وإذا تفرق اجتمع في نفس المعنى فهل هذا صحب ربما قرأت النص بس مش فاهم أوي هذه القاعدة عند اللغويين كلمتين متداخلتين في أصلهم فقالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إيه بقاعدة ما في إسلام بدون إيمان وما في إيمان بدون إسلام إذا المسلم فيه شيء من الإيمان لكن لم يكتمع والمؤمن يقين فيه إسلام تشكدوا اللي طيب لكن في اللغة العربية وشرائع الله التي وردت قد تطلق كلمة الإسلام وتعني الإسلام والإيمان جميعا وقد تطلق كلمة الإيمان وتعني الإسلام والإيمان جميعا وقد يأتي التفصيل بينهما يبقى لها الثلاثة أحوال فإذا جاءت النص على الإيمان لوحده عن الإسلام والإيمان وإذا جاء الإيمان لوحده عن الإسلام والإيمان فإن اجتمعت الكلمتين ميزة بين الإسلام والإيمان فالإيمان شيء والإسلام شيء آخر عشان كده قاله إذا افترقته اجتمعته يعني إذا جاءت كل كلمة لوحدها عنت المعنيين يبقى اجتمع المعنيين فيها وإذا اجتمع الكلمتين افترق لابد من تمييز كل واحدة عن الثاني ده معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يبقى لو فرقنا الكلمتين ذكرنا كل كلمة على حدة عنت الإسنتين معا فلو ذكرت الإسلام لوحده ولم تذكر معه الإيمان في أي سياق يعني الإسلام والإيمان فلما يقول يا أيها الذين آمنوا دخل فيها المسلمين يقين ماشي فإذا قال يا أيها المسلمون دخل فيها المسلمون المؤمنون جميعا إذا جاءت الكلمة واحدة لوحدها لكن إذا جاء الإسلام والإيمان الاثنين فميزوا قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلما اجتمع الكلمتين النص ميز بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سؤل ما الإسلام أجاب في مرات بأوصاف الإسلام ومرات في أوصاف الإيمان مر قال الإسلام أن تشهد أن لا الله نحمد رسول الله وتخيم الصلاة وتتزكى ومر سؤل ما الإسلام قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي ولهم آخر وقدر خير وشر وفي نفس الوقت لما سؤل عن الإيمان مر أجاب بأصول الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي ومر أجاب ما الإيمان قال أن تشهد أن لا لا الله نحمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤد خمس المغرب إذن الكلمة إن جاءت وحدها عانت الإثنتين فإن اجتمع الكلمتين لابد من التمييز الإسلام يتعلق بالشراء الظاهرة أصول إسلام أصول أركان الدين شهادتين صلاة الصيام الزكاة الحد الإيمان يتعلق بالأم القلبية أن تؤمن بالله أصول ستة أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبيه ورسليه واليوم الآخر والقدر خيره وشر إذا اجتمعت الكلمتين لابد من التمييز بينهم الإسلام يتعلق بشيء فإن جاءت كل كلمة لوحدها عانت الإثنتين معا وضع معنا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت لما قل ادخلوا في السلم لما قل ادخلوا في السلم المؤمنين فقط أم المسلمين أيضا يا أيها الذين آمنوا دخلت فيها المسلمين والمؤمنين وادخلوا في السلم كافة في الإسلام كله الإسلام كله يعني الدين كله شمل الإيمان وإسلام وشمله وش كافة لمة الكل جامعة الكل السؤال الآخر توضيح كلمة طبعا هذه جاءت في عيد الشيطان للتلاعب بالإنسان وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَالْأَمُنِّيَنَّهُمْ وَالْأَمْرَنَّهُمْ فَلِيَبَدْتَكُنْ أَذَنْ عَنْهُمْ النعمة ما زنبها إنك أنت تؤذيها في بدنها لا زنب لا الشيطان يخدع الناس يقول له طيب قصوا بدنا اقطعها سابعة ارسم عليها قريطة يحفر ودانها يقطع ودانها عشان يعلمها يعمل لها مش عارف زينف ودانها يخرم ودانها ما زنب البهيمة في هذا كله ما زنبها يعني الصحابة حتى لما أرادوا أن يميزوا البهائم عن بعضها قلدوها بدلا ما تخرق ودانها يعمل لها قلادة حتة حديدة ولا فتلة ولا خيط ولا حبل وأعلى اللي أنت عايش عايزة تعلمها وتديها رقم يعمل لها الرقم في قلادة مش بخرق ودانها ولا قطعة زينها فعدى الشيطان هذا من تلاعبه بالإنسان إزاي يوصل له هذه المرحلة أن يعتدي على الحيوان ويعبث به بدون أي سبب داعي لهذا العبث وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان وَلَا أَمُرْنَّهُمْ فَلَيْبَدْتُكُنَّ أَذَانْ عَامُ وَلَا أَمُرْنَّهُمْ فَلَيْبَدْتُكُنَّ أَذَانْ عَامُ وَلَا أَمُرْنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ رب العباد بيّن أن خلقه جاء في أحسن تقوين يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسوات فعدلك وقال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه وهذا خلق الإنسان والطين فجعل خلقنا أحسن خلق يأتي الشيطان للإنسان وقول له إيه اللي أنت عمده إيه اللي أنت حطه فوشك ده شير الهبابة دي قالوها ورددها أتباعه واعتبر وربنا أخرج اللي حل للرجل ليه ليه زيّن بها إيه لا يا ها الشيطان صور له إنك إنت كده شكلك مش جميل مش حليوة ده اللي أحضرني قصة طريفة أحكى لكم وإحنا شباب كم معنا أخ يعني وإحنا اللي كنا لسه في بداية الصحوة الإسلامية وعدد الملتحين قليل جدا فأخ حليق مسك بنت أخ لينا ملتزم ملتحي وقل بنت صغيرة تلاتة ربع سنين وقل لها بنتي شايفها دقنا نعمة زي وقل لها بوكي نعمها زي كده البنت بحركة عفوية دون أن تشعر قالت له إنت كده شكلي ماما فأطلق اللي هيت وربنا ما يزر جلب اللي حلي لأن الهيبة والوقار وكمال الفحولة في هذا يأتي للمرأة شكلك مش هجيب الحاجب ده مش حلو طب شيل الحاجب وتحط خطة بالمسكرة بدل ما الحاجب جاي بالعرض لأ الترفع على شكل هلال عشان بدل ما إنها تبقى الأرض تبقى بالطول اللي بالطول ده عين إنس ولا عين جن عيون الإنس بالعرض عيون الجن بالطول يبقى هو حولها من إنس لجنية عفريتا يجي لها أظافرها جميلة مقصوصة لا لا هتربيها إيه مخالب عشان تخوف الراجل ترعبه أنا أنت مش مرأة لدينا وحش هجيب كرشك هتفتح فمك هجيب كرشك وتطلها لبه اللون الأحمر عشان تبقى لون الدم وتبقى صاحبة أربابة أو شوابق حاجة ترعب كده حتى إن الشعر قال كل الجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كتت أمضي هاربة كل الجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كتت أمضي هاربة إن المخالبة للوحوش نخالها فمتى رأينا للزباء مخالبة بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة وغدا نراك نقلت ثغرك للقفة وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا إن الجمال من المصور صنعه إن شز خط فيه لم يك صائبا إن شز خط فيه لم يك صائبا يبقى هو ذات غير خلق الله عشان كده الحديث ورد لعن الله النامصات والمطنمصات والواصلات والمستوصلات والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فسماهم نبيه السلام المغيرات خلق الله وضحت إذن هذا من عبث الشيطان بالإنسان نعم السؤال اللي التالي يقول بسم الله الرحمن من الأخت شيرين يقول طب يا شيخ اللي بيوقفوا مع أولي الأمر اعتقادا منهم أنه على حق إن كانوا على جهل أو على علم ما موقفهم إن كانوا على جهل ما موقفهم وإن كانوا على علم ما موقفهم النبي يقول ألا هل سألوا فإنما سؤال العي السؤال اللي يلتبس عليه أمر وللأمر ويرى أن فيه مخالفة لأنه يسأل العلماء وليه مش إحنا بيننا إن العلماء والأمراء هم أولئ الأمور اختلفوا العلماء والأمراء المرجع لمين للعلماء يرجع العلماء واسأله ويقول له هل تطيع في هذه أو لا تطيع في هذه وقال العلم منهم العلماء والعلماء الصدق اللي قالوا قولة الحق ولم يخالفوها خلي بالكم يا أخوانا الكلام ده في تاريخ الأمة شديد جدا قصة سعيد بن جبير مع الحجاج وقصة أبو يوسف مع بني أمية وغيرهم كيف وقف العلماء للحكام على الواحدة اللي خالف يواجهوه وما لم نأخذ على يد الحاكم ونأطل على الحق ضل وأضل ضل وأضل وده نص الحديث ولتأطلنا على الحق أطرى أو لا يشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجبوا لهم إذا تركنا الحاكم يفسد لو دع الخيار لن يستجاب لهم لأن الفساد خلاص زاد وتجاوز حدود ولم يقوم ما لم نأخذ على يد الحكام ونأطلهم على الحق أطرى لن نستخدمه السلطة لها إغراء والقوة لها إغراء وما لم تجد قوة تردعها من المسلمين ومن الأمة كما نرى الآن كل ظالم يستأثر بالسلطة يستغل الجيش والشرطة في إبادة شعبه وفي إبادة كل من يخلف له أمر بل من لا يعجبه شكله والهيئته ولذلك أين ألوان من المظالم لا نهاية لها لا نهاية لها صار الناس الآن يقهر حتى في قوتهم وكسبهم وأخص خصائص حياتهم فلا هم آمنة على أنفسهم ولا على عقولهم ولا على دينهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم يبقى دولي أمر أجمع أهل العلم أن الأصل في ولاية الأمر أن ولا الأمر يقام لحفظ حوزة الدين للحفاظ على الدين وأخامة حدوده ما شر لنا اختيار وليه أمر إلا لهذا كما قلنا مقرطبي وغيره قال أجمع الأم الأئمة على أن الأمة لابد لهم إمام ليحفظ حوزة الدين دي القاعدة ما جاء الولي ولا الإمام إلا ليحفظ دين الناس ويحفظ على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أقولهم هو ينصب لهذا مش ينصب لعكس هذا لم يضيع كل هذه الحقوق كيف يكون وليه أمر للمسلمين هذه كارثة كبيرة جدا وعمت بها البلوى الآن فلابد أن نعلم ولابد أن تعلم الأمة قاسيها ودنيها أن هذا حق الله علينا رب لباد لا يعذب أمة فيها مصلحون قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلهم مصلحون والإصلاح غير الصلاح الصلاح أن تكون صالح في نفسك والإصلاح أن تكون صالح في نفسك مصلح لغيرك حاكم ومحكوم وده نصر الحديث قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة لا يقوم الدين إلا بالنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله أولا بإقامة دينه أحكامه ولرسوله بإقامة سنته وهديه لله ولرسوله بسأل لا ولأئمة المسلمين فبعد إقامة دين الله وهدي رسول الله قال ولأئمة المسلمين لتقويمهم لأنهم انقوموا استقامت باستقامتهم أمة ولأئمة المسلمين وتأتي في النهاية عمتهم العم ده أسأل ضعيف اللي أسأل قوي الحاكم كما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزغب السلطان ما لا يزغب القرآن قوام الأمة بحاكم مصلح يوجه الناس لكن حاكم عمال يضل الناس بإعلامه وفساده وضلاله وغيه وتحريفه وتزييفه للكلام وكذبه وخداعه وبعدين وتضييع سرات المسلمين كيف تقوم أمة هذا قائدها كيف تقوم الأمة لا تقوم إلا باستخامة الحاكم لما قال الإمام أحمد لو كان لي دعوه مستجابة لدعوت به الحاكم لأن بصلاحه صلاح أمة إن ربنا صلحه مش دعاء للحاكم أدعو له إن ربنا يحفظه على ضلاله وغيه وفساده ويطلع عهده وقولك ده حتى لو طلع في التلفزيون وأعلنه وزن على الشاشة والناس بتفرق عليه طعت واجيبة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك حتى هذه الزيادة التي وردت الحديث واختلف فيها معناها غير الذي فهموه قال جمهور الشراح قالوا إن جلد ظهرك حدا وأخذ مالك بحق لكن لو جلد ظهرك بغير حق أو أخذ مالك بغير حق أنت مطلب بمقاومته بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يأخذ مالي يا رجل ما أرش حكم من حكم أي شخص أي رجل جاي يخذ مالك قال لا تعطي وللأمر لا تعطي قال أرأيت إن قتلني قال قتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد نص حديث في مسألة يبقى اللي جاي يأخذ مالي بحق يلزمني الطاعة أنا اعتديت وهو أخذ حق من مالي ما يرده لأصحاب مظالم حقه يلزمني الطاعة جلت ظهري حدا لأني سرقت ولا زنيت ولا عملت حاجة خلص حقه وربنا دالوا حاجة الحق لكن مش جلت ظهرك بغير حق ولا أخذ مالك بغير حق هم يأخذوا النص ويلقوه على علاته ليخدعوا العباد أن كل جلد من ولي الأمر أو سرقت لأموال العباد حق لا ما قال أحدنا هذا حق لا السلف والخلف لا السلف والخلف بل الحاكم اللي يأخذ من أموال المسلمين ذرة سماها ربنا الغلول يأتي بها يوم القيامة يغلي بها في نرجهن قال تعالى وما كان لنبي أن يغل فإن حرم الله هذا على الأنبياء يحل لولي الأمر سلامات ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل الغل 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 أن يأخذ شيئا من مال الأمة بغير حق قليل أو كثير فكيف بمال العباد هذا ظلم بيّن ورب العباد يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم بل جريمة الظلم أعتى من جريمة الكفر لأن الكفر عدوان على حق الله والظلم عدوان على حق الله وحق عباده والذي رب العباد ميز في القرآن بين اللي كفر بس واللي كفر وظالم فقال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلم بعيد الآلة بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير ما نهمش سكة ثانية إلا النار ليس لهم طريقة إلا جهنم إذا ندرك هذا المعنى الخطير الظلم ظلم ولو كان مع امراتك مش وليه الأمر ده لو وليه أمر مع زوجته هل من حقه أن يأخذ درهم بغير ضاها آبدا آبدا عد الله هذه جريمة وسمى صاحبها ناشز مش النشوز بس عند النساء فيه نشوز عند الرجال ولا تتخافون نشوز هنا جاءت في النساء وجاء النشوز في حق الرجال قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضة كل مفسره قاله النشوز عند الرجال أن يطمع في مالها عايز يأخذ مالها بغير حق عدى رب العباد هذا النشوز من الرجال فكيف بالعدوان على أموال العباد مش امراته ده ليست امراته ده رعية وهو مسؤول بالحفاظ على أموالها نحل له العدوان على أموال العباد ونحن نسمع هذا النص أرأيت إن جاء رجل من أخذ مالك قال لا تعطي قال أرأيت إن قتلني قال قاتل الذي أمر بهذا سيد الخلق قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قول وهو حاكم قال هو في النار قال أرأيت إن قتلته قال أرأيت إن قتلته قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال لهو في النار إذن ندلك هذا المعنى الخطير الطاعة في المعروف وهذا من المعروف الذي لا خلاف فيه في كل نصوص الشريعة ما في نص واحد أحل لأحد أن يظلم أحد يا عبادي إني حرمت الظلم على النفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا الظلم وظلم ونص حديث الظلم وظلمات يوم القيامة الظلم وظلمات يوم القيامة للناس كلها إلا الحاكم هتولى نص يحل له الظلم بأخذ ماله أو جلد الظهر بدون حق ما في نص وهذه الزيادة فهمها فهم خاطئ بل تعمدوا تحريفها وتعمية الناس عنها ليجرى الناس وراءهم وينصاعوا لوليه الأمر بلا أدنى ضوابط شرعية نسأل الله ربنا احفظنا وياكم وعافينا وعاكم بكل سوء ويهدي ولاة الأمور ويردهم للحق قبل أن يموتوا على هذا الضلال والغي أكتفي بهذا السؤال الأخي إن شاء الله شيخنا الأخت بتسأل بتقول عندما جمع القرآن جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان ابن عثمان نسخ جمع في عهد أبا بكر ونسخ في عهد عثمان عندما نسخ نعم هل تخلى سيدنا عبدالله بن مسعود عن نسخته أي قصة سيدنا عبدالله بن مسعود ليس لوحده سيدنا عالم الطالب كان عندما نسخ سيدنا فاطمة الزهراء عندما نسخ مصحف كامل لكن جمعه كل صحابي جمعه بإمكانيتي هو المصحف الجامع اللي جامع سيدنا عثمان ده ده اللي جمع من كل الصحابة وجمعة الرقع في خلافة أبا بكر سيدنا عثمان أخذ الرقع المجموعة دي المجمع على صحتها المجمع على أن الجامعوها هم الذين حضروا العرض الأخير اللي عرضها جبريل يبقى كل النسخ اللي كان قبل ذلك انتهى دي العرضة الأخيرة العرضة الأخيرة كان على رأس من حضرها زيد بن سابت ومن معه هم الذين قاموا بالجمع في خلافة أبا بكر وهم الذين قاموا بالنسخ في خلافة سيدنا عثمان وضحت سيدنا عبدالله بن سعود لم يحضر العرضة الأخيرة بل كان في الغزوات ولذلك ووجدت عنده بعض المخالفات لنسخة الأم في مصحفه هو أخذه من نبيه من نفسه صحيح لكن أخذه قبل العرضة الأخيرة فلما سيدنا عثمان أقنعه اده له النسخة وحرقوه يعني على سبيل المثال للحصر كان عبدالله بن سعود في مصحفه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والزكر والأنسة ما فيش وما خلقه أنا بعض المثال بس العرضة الأخيرة فيها وما خلقت ذكره أمسا وضحت عبدالله ما سعود هانتصر لهذه العبارة هو سمعها من نبيه ونقلها من فمه وكتبها من بين يديه كتبها بين يديه ففي البداية كان بيدافع وعايز نسخته لنا محتفظ بيها وجمعتها وبسألت فيها مجهود خرافي فلما أيقن أن النسخة الأم اللي نسخ سيدنا عثمان هي أوسخ النسخ والصحابة كلهم أجمع عليها وجاءوا بأنفسهم بالنسخ التي عندهم ويعطوها لعثمان ليحرقها وحرقت بالكامل عندها قنع ثم صار يدرس هذه النسخة بدليل أهل الكوفة كلهم أخذوا رواية عبدالله ما سعود منهم عاصم أشهر رواية بنقر عليها رواية حفص من عاصم حفص أخذها عن عاصم وعاصم أخذها أخذ روايتين روا عن زر زر بن حبيش وروا عن أبو عبدالرحمن السلم وعلم شعبة رواية زر وعلم حفص رواية أبو عبدالرحمن السلم فإذا ندرك أخذهم عن مين عبدالرحمن أبو عبدالرحمن السلم وزر بن حبيش نقلوها عن عبدالرحمن السعود فيها وما خلق الذكر مونس ومفهاش إذن عبدالله بن السعود لما صار في خلافة عمر هو يعني شيخ العلماء في الكوفة وكبيرهم ما علمهم إلا هذه الرواية الوارد عن سيدنا عثمان اللي أجمعت الأمة عليها يبقى إذن النسخة التي كانت عنده تنازل عنها في البداية نازع وكان معطرد لكن لما استبنى لحق تركها وحرقت مع الذي حرق وبقيت النسخة الأمة التي توحدت عليها الأمة في مشارق الأرض مغربها وكان هذا من حفظ الله لدينه إن لم يبقى إلا المصحف المنسوخ على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى النسخ وتوقف النزول وصارت هي النسخة الأم الباقية إلى يوم الدين عبد الله بن سعود نقلها لطلابه وطلابه نقلوها لطلابهم وهي الباقية عندنا في كل رواية الكوفيين من قراءة العشر نعم إذا كنت نوى خيرا كثيرا شيخنا الكريم وإذا كنت نوى خيرا نخلنا الحضور جميعا ونسأل الله أن نجعل هذه الساعات والساعات وهذه الدقائق إن شاء الله تكون حلق ذكر ونستحق فيها قول رسول الله صلى الله وسلم أن الله يباهي بنا ولغاية كفر ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها إن شاء الله ويبك الله خيرا ويبك الله خيرا جميعا نخل إن شاء الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستعفرك ونراته إليك